اشتركوا في القناة من مدينة الحديد والنار مدينة عطبرة حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا حلقتنا الليلة يا أخواننا من عطبرة برعاية المنسغية العامة للخدمة الوطنية تتناول يا أخواننا مشروع محو الأمية نزعد تماما حلقتنا الليلة تقوم من مدينة عطبرة أولى محطاتنا نتابع مع بعض مرحباك وتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من ولاية نهر النيل نحن نزعد تماما نكون في مدينة الدامر نحن في حي مربح 38 معاهنا ناس مربح 38 محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض مرحباك وتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة حلقة عن محو الأمية تعليم محو الأمية برعاية أخواننا في المنسغية العامة للخدمة الوطنية نزعد تماما نكون في ولاية نهر النيل وفي ولاية نهرانين نحن الآن في مدينة الدامر وفي مدينة الدامر في مربح 38 نزعل بها هنا ناس مربح 38 اللي لاقونا بالحفاوة والطرحاف رغم سخونة التخص والحرارة ومعاون أطفالهم وكي والله كتر خيرهم كتير نحن سعيدين بيهم بنزعل يا أخواننا سؤال والعارفة الإجابة يحتفظ بيها لحد ما الدور يجي عنده اتفقنا أنا هزعل السؤال وحبسط إليكم بعدين يا أخواننا نحن بنزعل من البرامج العملية المصاحبة للعملية التعليمية لمحوول أمية يعني بالدارجة شنو البرنامج بتاع محوول أمية الفصول دي بيقروكم فيها قراية صح غير القراية في حاجات تانية بيعلموكم لها نحن دارين نعرف الحاجات التانية دي شنو غير القراية هل بيعلمو لها الناس وانت منو الاسم غريدة شيخ الطيب مرحب بيك ساقنا مربح 38 نين ساقنا مربح 38 قريت في فصول محوول أمية أول مرة أول مرة ليه كمس والله الفصول دفض احنا هو يوم واحد ثلاثة واحد ثلاثة بدأتي معهم طيب الحاجات الغير القراية غير العربي والرياضيات والدين والحزاب بيعلموكم شنو والله لسا ماذا بنا نحن سعب بداية انت بدأتوا في القراية طيب عارفة اللي قدام بيحصل شنو يعني غير القراية بيشنو بيعلمون النسوان اللهي مع دائرة الخبايز نتأملين حيات كثيرة إن شاء الله دي شنو الخبايز الخبايز تتعلم الصنعة يعني نتعلم الصنعة تعني شنو نتعلم دقا الكوريشي ها دقا الكوريشي للتيار الكوريشي يعني التطريز اي التطريز تمام اي دي ممكن من الحاجات كذين حنا نتواصل هنا اللي اسم منو عبدو أثمان علي كراء مرحب بيك من مربح 38 اي درستي معاو قبضا بي بس مادية يا عدو عارفة شنو غير القراية اللي بعلموكم الليو اه اي حاج بس شنو حاجات حقات النسوان اللي بعلموها لين شنو عارفة الأكل عصد اطبخ اطبخ اي ما شاء الله نظيف غسل نظيف اعلموكم كيف تطبخوا لك اي بطاني شنو اه 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 القراية والله دابة بعدنا قيت اي تقام بروطانا قولي انا بفهم ما فهم اي قولي بروطانا قد نكتين اي حاجة نكتين المكا Irena الحمدل الله يا السلام هNET كلام دوواضح يا اخوان هاتي مينو الحمدل الله عليمة ابراحيم هاتي س هذا حليمة ابراحيم nuovo اسي منDe عليمة ابراحي م 하고 لأت justo يا اسي منهم عليمة ابراحي ابيتي من عليمة ابراحي عليمة ابراحيم عليمة ابراحيم عليمة ابراحيم حليمة. ما يعلمون للناس غير القرية؟ إنه دعني. دعني، دعني. ما عملك؟ عبدا كرار. عبدا، مرحبا. سكنا مع了 38. ما يعلمكم غير القرية؟ الله، ما يعلمونه الآن. في المنصان أول مرة معرفة ستتعلمها لكل دعني. لكن المنصان يعرفتنا الله. تعرفة. أي... يعني للمنك تعلم لك بعد القرية تنتهي. هناك شيء يعلم نسوان. ما هي النسوان تتعلمون؟ والله غير ما تقولوا دائرين تتعلمون شنو يعني الإشكال، الخبايص، أي شيء الحقيقة المهمة دا أننا عارفها ويتوصلاً اللي بتعرفوه براكم حد تعلموه لباقي النسوان شنو عجيوتي بمنا هلكون بتعرفوه كويس شنو بنعرف الطباء أموال المنسؤل بنا سوي في البيت دا المنطباة نطبخ ويش اللي بيسوأ لنا بنعرفه في البيت بنعرف أي شيء عيش اللي بقوله أعلنت كلها من أبحمه أبحمه ما شاء الله أنت منو؟ فهيبة جبري مرحبك ساكن هنا مربع 38 أيوة طيب شنو بتعلمنو النسوان غير القرائل؟ والله الخيات والزعفات والأليا برضو أيوة الزعفات والألي والخيات والتاني شنو؟ والتطريس والتطريس ياهو التطريس أعمال يدوية جميع الأعمال الأدوية جميع الأعمال ويدوية كتب خيرك تماما نتعرف عليك منو؟ حانان عثمان علي كراح حانان مرحبك من مربع 38 مرحبك إن شاء الله الولد مبروك الله يبارك يرفع في عزك اللهم عين بحياته الله يديك العافية ولد ولا بنين؟ ولد ولد ما إن شاء الله سميته منو؟ والله ما أضرك عوض الكريم كرير موس ما إن شاء الله عوض الكريم إن شاء الله يقبر يشيل اسمه ويبقى زول زول أجواد وفارس قبيلة يعني ما صدقنا شوفناك قدامنا شرفتنا وقعدين نتابع البرنامج وثاعة قطوال مضمينين لكن حمتنا الكهرباء من جينا هنا من سكننا في المكان ده خلينا الإدمام لا إن شاء الله الكهرباء تجي المكان ده وتشوفوا برنامج ده وكاد تحضروا روحكم فوقكم إن شاء الله إن شاء الله والليلة كمان بزاد روحنا دين متمنين لنا حضارة ما عارفونا حضارة بين إلا لمشي السوق لمشي النوادي إلا لمشي النوادي تشوف روحنا ما ممكن قمان قشرة تياب دي تروحش هاي قاعدين نفكر فيها وما عارف انك انت ذات وجاي لحد ما جينا هنا وما صدقنا لما قالوا انه وبعد تياب السمحة الان متحضروها الطياب يجيبناها من البيت لو عارف انك انت اسكت نجيب لك من السوق جديد بالله يصفقوا لها سمحة وارها السلام عليك والله اذا كلام سمح إنت بترطن ساحد نسلم على الناس بي مره نسلم عليكم وساعدين بيجيب حانان عثمان الكرار من ثمانية وثلاثين محمد موسى انسي عاونو ثمانية وثلاثين باول مرة يعني هاي رحبنا هاي رحبنا هاي يا سلام والله اليك التحية عارفة بعلموه شنو غير القراية شنو والله غايتو انا اول مرة جي لكن كنت اليو كان واضع لولده لكن سمعت سماع وباعرف براي هاي يعني بعلموه يعني بدرسوهن وبعلموهن اعمال يدوية وطرزة للخرز وازعافات اولية والخبائز والطبيخ اللي ما بيعرفوهن اللي هي يعني حياة زي كده تمام انت منو فاطنا مرحب بك ساقنا مربع ثمان وثلاثين نعم عارفة شنو بيدعلموه غير القراية من الطرز والحياة الزيدي والخبيث والخبيث نتعرب عليك منو بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بك ايتي معلمة في المركزين ايه صح طيب ممتازة نحن السؤال نعرف ان المواد بيقروها عربي حساب وتربية استامية وتزكية مجتمع فيه مناشط عملية بالصاحب العملية التعليمية دي هم شكلهم بدو شهر ثلاثة ومتواصلنا الان بيقروب هالشي الاكاديمي شنو الشي التاني اللي بتضيفون لهم والله يهودا نعلمون شغل التطريس بالاضافة للخبايث يعني الامال اليدوية دي عامة كلها بالاضافة لطريقة كيف يزرعوه يصنوا حاجات يدوية من شغلهم براهم طيب ممتاز قصلكم فيه وكم من العدد والله ثلاثين نفر ثلاثين هو الحي ذات وحي صغير لكن ثلاثين ده عدد كبير دير كل الامين موجودين في الحلة دير كل الامين بالاضافة للشباب الطفان الصغار لسه يعني ما قادرين يقررهم اهلهم وضفتهم ليبوا يعني العدد ماشي زيادة برضو ما شاء الله يستصحبتم معاكم يعني حتى الماقروا مداري اهلهم ما مستطيعين يقررهم بالاضافة ضمنناهم لمجموعنا وتم التمر على العدد وزيادة تمام ونحن نتمنى لكم التوفيق ونتعرف عليك فرح ما الرحيم حاتم احمد حمد منسخ الخدمة وطنية محلية الدامر التحية والتغذير للأخوة في قناة الشروق ونحضور بينهم وشرفون جدا بعضورهم لهم التحية والتغذير حاتم ارحب بك انحن نزعد نكون معاكم في الدامر وفي حي مربح 38 المركز في الدامر واحد ولا في عدة مناطق والان سير العمل ماشي كي احنا في محلية الدامر بصورة عامة لدينا 759 فاصل لمحو الأمية بعدد 22.770 دارس وبحمد الله ناويين في عام 2018 نمح الأمية في جميع محلية الدامر بصورة عامة وفصولنا مستمرة وشغالة وزي ما ذكرت الأخوة احنا عندنا شغل بتاع تحفيز قرآن كريم جزء عامة وعندنا الشغل بتاع تسكية المجتمع بصورة عامة من محاضرات فخهية ومحاضرات دينية بصورة عامة بالاضافة للمنهج المحول الأمية احنا اتمنى لكم كل التغذير ونزعد تماما يا اخوانا نقوم مع هنه في مربح 38 في مدينة الدامر وسألنا يا اخوانا سؤالنا كان عن المناشطة العملية الشي العملي بصاحبة العملية التعليمية لمحول الأمية قلنا هو شنو؟ يا طبعا عشياء كثيرة جدا وابدوا يذكروا لنا فيها يعني اكتر زول قدر يذكر حاجات كده منها كثيرة شوية يعني اتنين ثلاثة يكون فايز معانا تعالوا وخدنا انت تحاني مرحب بك تعال هاي مرحب بك انت منو؟ فهيمة جبري فهيمة؟ ما بيتغني زي فهيمة؟ ممكن قدقوا حدا كده نسمع قالت قالت سيما فهيمة وقلنا لا بيتغني زي فهيمة قالت نسمع كده نسمع فهيمة خلوها نسمع قابلت مع البيا فرميني لاقيت وقال لي لا لو لا 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 لو تكفوا يمر أغبني فهيمة يا اخوانا قلنا هي مناشط عديدة بتصاحب العملية التعليمية نحن بنبارك ليك فو استمعانا بجايزة مقدمة من غنائي شروك صفقوا ليها والصحبته شديد تزغرت ما انك صاحبة ها اها تاني تاني والله يعزلنا علي اللي قالت جايزة ديك عشالتها كان الدوك بتجازة يتنجد لين معاك هرح نمشي العربية تعال بنبارك لي اخدتنا فهيمة الفايزة معانا في محطتنا دي من حي مربح ثمانية وثلاثين الدامر سؤالنا كان عن البرامج العملية المصاحبة لعملية التعليمية لمحوالهمية مثل الصحابة وقلنا هي البستنة وتسكية المجتمع والعمال اليدوية والازعافات الأولية والأموم والطفولة وكل الأشياء دي بالصاحبة العملية هي فازت معانا ببتجاز مقدم من غنائي شروك صفقوا ليها صفقا يا اخوانا حاج هاي ممتونة تفتح العربية بسم الله ترجمة نانسي قنقل مرحباك وتواصل محطاتنا معاكم في حلغتنا الليلمي من مدينة الدامر نزعت في حي شاعة ديناب محطة جديدة وسائل جديدة نتابع مع بعض مرحباك وتواصل محطاتنا معاكم نزعت تماما نقوم في مدينة العلم والمعرفة مدينة الدامر وفي مدينة الدامر نزعت تماما نقوم في واحد من أعرق الأحياء في مدينة الدامر حي شاعة ديناب ونزعت تماما بعض الحفاوة والطرحاب في شاعة ديناب وخرج شاعة ديناب رجالا ونسان وأطفالا وشيبا وشبابا في استقبال الشروق مرت من هنا والله نحن ممتنين لهذا الاستقبال الرائع وبنتمنون يعافوا لينا وقفة الشمس الحار في صيف حار زي ده نحن نزعى تماما جينا برعاية كريمة من أخوانا في المنسقية العامل الخدمة الوطنية في مشروع تعليم محول أمية نحن بنزعى السؤال بمرعى للناس العارفة الإجابة يسكت لحد ما الدور يجي عنده وقبل ما نسأل سؤال ونعرف إجابته معنا أخوتنا دينا نتعرف عليه أهليم مرحبا الاسم منه؟ الاسم أمني أحمد المصطفى وعبد الرحيم من مدينة الدامر الشعال ديناب شرك خريجة كلية التربية من جامعة وادي النيل كلية التربية مرحبا بك والله نحن بنبارك لك وإن شاء الله ربنا يوفقك نسمع مشاركة يا أخوان التحية لوطن السودان والتحية لكل الشعب السوداني ومدخل إلى نص بعنوان وطني دايراك وطن ما فيك كلام وطنا بدعين كل الأيتام دايراك دوام واقف حيلك نكتب لك ديما نغني لك والعز الشام خيل في نخي لك دايراك وطن زي ما تمنىك أبوي حمد لا فيك داين ولا فيك مديون لا فيك خاين ولا فيك مخيون لا فيك ظالم ولا فيك مظلوم دايراك وطن فوق في الغمة وطنا فيه الناس تتلمى ومشتاق للبلد يا خلا ولا الناس الهناك منجلة ولا خير الأرض يا خلا ولا الأرض الزراعة هناك تنادي علينا ريحة الحلة ومم من كانت الكلمات أشل يا وطني واكتب ليك وعبر ليك وردد ليك في الكلمات ودايراك وطن ما فيك كلام وطنا بيدعين كل الأيتام دايراك دوام واقف حيلك نكتب لك ديما نغني لك دايراك وطن ما فيك كلام وطنا بيدعين كل الأيتام والتحية ليوطن للسودان تحية كبيرة يا إخوانا طيب ندعى تماما نقوم مع أهلنا في شاع الديناب وزي ما قلت يا إخوانا في محطاتنا السابقة كلها بدين نزل بالنساء الليلة نبدأ بالرجال كما في المحطة دي أنا بزع لي أخوانا مشروع محوى الأمية قلنا في نهاية 2018 إن شاء الله مخططين أخوانا في المنصة العامل للخدمة الوطنية تنتهي الأمية في ستة ولايات من ضمنها ولاية نهر النيل طيب كلام جميل اللي يقوموا بالتدريس ديال هم مجندين في الخدمة الوطنية اللي يدرسوا أبهاتنا ومهاتنا وأخواتنا وأخواننا في محوى الأمية هم مجندين دارين نعرف عدد المجندين اللي يقوموا بالتدريس كخدمة وطنية في ولاية نهر النيل عددهم كم بالتغريب؟ لو ما لقينا إجابة بنرجع بالخيارات يتمنون بالسلام على هذا عبد السلام مرحبا بك عبد السلام بتغدر عدد المجندين الشغالين بيدرسوا في محوى الأمية بكم طالب؟ المجندين بتاع الخدمة اللي بيقرروا الناس الكبار اللي بيقرروا؟ أربعين أربعين مصعب الزردين محمد مصعب كم تقول؟ نقول عشرين عشرين نتعرف عليه علي عبد اللطيف علي عبد اللطيف تغدر عدد المجندين اللي بدرسوا الناس في ولاية نهر النيل كم؟ عمين تمانين نتعرف عليه عليها سينة وصيد مقدرون مية مية ما شيء كويس ها؟ إمام حسن خمسة وتمانين خمسة وتمانين أحمد محمد الله الكريم كم؟ مية وتلاتة مية وتلاتة؟ ليه مية تلاتة؟ ما تخلها سبعة أخيرا؟ عمر حسن عمر عبد الرازق حوالي ألف حوالي ألف بابكر محمد إبراهيم عددهم كم؟ خمسة واربعين خمسة واربعين تعرف عليه؟ فاطم بابكر محمد إبراهيم فاطم عدد المجندين اللي بيقوم بيتدريس محول المية في ولاية نهر النيل في البلاية معرفة لكن في المحلية سبعة وخمسين في الولاية أنا؟ معرفة تغدرين بكم؟ اتنين عشرين ألف وحالي طيب ناخد إجابة طيب تغدرين بكم المجندين بخمسة وعشرين ألف في الولاية عموما لكن في محلية الدامر سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين طيب نتعرف عليك خالتنا منهم؟ فاطك حوال عبد مرحب بيك عارفة الناس اللي بيقرروا الناس الكبار دين يخون عددهم كم؟ أنا معاهم لكن ما نعارفة ما عارفهم كم؟ بقرة معاهم تمام نتعرف عليك؟ لمياه محمد حبيك عدد المجندين بيقوموا بيتدريس كم؟ تقريباً تلاتين ألف أخي داجامة تعرف عليك؟ أسمين حسين مرحب بيك عدد كم؟ خمسة وعشرين تقريباً خمسة وعشرين سعاد محمود محمد مرحب مرحب بيك عدد كم؟ ستة ألف ستة ألف أتعرف عليك؟ سامي عمر عدد المجندين كم؟ تلات ألف وتسعمائة تلات ألف؟ تسعمائة وتسعمائة تعرف عليك؟ فتحية Уر الحاجة مرحباكي عددهم كم بالتغريبة المجندين؟ 753 752 تعرف عليك منهم؟ معك رشا عند الغيوم مرحباكي عدد المجندين هل بيدرسوا فيه محولهم 100 1900 وده جاملت عرب عليك؟ اسراء علي اسراء علي عدد المجندين 1315 طيب اخوانا ندعى تماما نحن في شاعة ديناء بمحلية الدامر مدينة الدامر بولاية نهر النيل وسألنا يا اخوانا نقول عدد المجندين في الولاية كلهم اللي بيقوموا بالتدريس فصول محولهم 100 عددهم كم؟ ديل تلاتة اول ناس سألنا وطبعا ما في جابة صحيحة حنقومنا دون خيارات العاجبين في التشكيل ده ده زي وطني كدي وده زي الرياضي وكاس العالم شغال وده العراغة والأصالة والتاريخ القديم نحن عندنا تنافس ما بين كاس العالم والشباب اللابسة زي الرسمي وما بين العراغة والأصالة نبدأ انت بنضيك ثلاثة خيارات تختار منهم واحد يتبجين الخيارين وعما انت بيجيك الخيار الثالث اجباري الخيارات نبدأين عدد المجندين يا اخوانا في ولاية نهر النيل تلاتة ألف وربعمية أربعة وعشرين تلاتة ألف وربعمية أربعة وعشرين داني مرة واحد تلاتة ألف وربعمية وثلاثين داني مرة اثنين تلاتة ألف وربعمية واربعين داني مرة ثلاثة عندك واحد واثنين وثلاثة 3424 3430 3440 3430 3440 عندك 3440 ولا 3424 3424 3424 وانت عندك 3440 خيار ثالث جباري طيب عدد يا أخوان المجندين هل بيقوموا بالتدريس في ولاية نهر النيل الإجابة الصحيحة 3440 2480 مصحب الزادين معامل صفق لي مزحب دي يا أخوان صفق لي يا أخوان صفق لي يا أخوان صفق لي يا أخوان طيب مبارك لأخونا مزحب عزدين الفايز معانا في محطتنا دي أخواننا مزحب فاز بيبو ديجاز مقدم من غناشرو صفق لي مزحب يا أخوان أعبو الله ديجاز أعبو الله ديجاز مزحب محطة جديدة وسؤال جديد نتابع معا مرحباك وتواصل محطاتنا بعاكم الليلة برعاية كريمة من أخواننا في المنسغية العامة للخدمة الوطنية مشروع محوى الأمية نحن نزعد تماما نكون في ولاية نهر النيل في عطبرة في خليوة وسط وخليوة وسط حي تاريخ عريق أصالة استغبال حفاوة وطرحاف سعيدنا بينهم كتير نحن نزعد تماما نزورنا الليلة ومعاهم في المحطة دي ونعرف منهم الحاصل شنوه ومشوا ليوين في محوى الأمية نحن قبل ما نبدأ سؤالنا ونشوف الفائز معانا منوء بنرحب برضو معانا مجموعة من المبدعين يعني نحن حظين بلغياهم يعني الصدفة ذاتها جماعتنا بيهم ونبقى نحن من المحظوظين وستاذنا نتعرف عليهم السير المحط طاهر السير وستاذ السير يا أخواننا واحد من الشعراء المعروفين وده من حظنا نحن زي ما قلت لكم نصادف ناس مبدعين زي ديل يطعموا ويلونوا محطاتنا بيسمعنا شنوه سيرا طالما هو محوى الأمية ولسه عدا شباب وجيل واعد هي الدنيا ما زالت بخير الدنيا ما زالت بخير الدنيا بخيرة عايش وحد في حيرة وتاري الدنيا بخيرة تاري في ناس قلوبه حنان دوان بيتخفف الأحزان تكفك في اللي دمعه غيرة كثيرا زي في الغربة مقاس الفرقة والحرمان مساهر ليل ويزكر ركب فيه قارب الأحزان وفجأة يطل عليه صباح ينسيه الحصل والكان تعود البسمة ليش يا فتيه ويشعر دو وبأن نسان تاريكي تيا الدنيا لسه حفيك ناس طيبين عامر قلوبه حنية وتمديديها للمسكين تنوير بالفرح ضربه تزيد في عمره تاني سنين أه يا دنيا تاريكي لسه فيك ناس حلوية خلاص يا عيوني ما تبكي خلاص يا عيوني ما تبكي ونسي الغربة وحزانة مدام في الدنيا لسه قلوب حنان بالرحمة مليانة مدام في الدنيا لسه عيون معاك من بدر سهرانة شايل الريد وكاتماهم أبت ما تبوح بوحيانة حلاتك وانتي لابس التوب حلاتك وانتي لابس التوب ملاك بس ماكي إنسانة وعيوني معاكي ما بتقفل تغيير من نفسي زعلانة بس قول لنا بي اسمك وين بي تقري يا فلانة عشان تقوى الصيلة لبيننا ونشيد لها أركانة عشان تقوى الصيلة لبيننا ونشيد لها أركانة والله لك لاب السمح شديد بعديني لابس التوب دي معنا نسطر حدير كلهم مرة قبل موضوع دا الناس اللابسة تيابي أخوان وشوفوا الكلام دا وشوفوا ذاته أدب الغزل ذاته فينك تعبر عن حاجاتك وجواك ونحن والله خليوة وسط مليئة بالإبداع مما جينا من سلامهم من استقبالهم من حفاوتهم من عيونهم كل ما لانيبداع وبرضو بي جاي عندنا مشاركة نتعرف عليك عوض يوسف صعد الله كرام عوض مرحبك من خليوة هنا خليوة وسط خليوة وسط لنحسن يعني أنه فيما إن شاء الله موهي بابتعد هنا إن شاء الله بدري معاك ولا جديد؟ من بدري ليك كم؟ من عمرك كم بتغني؟ من عمري 24 سنة وخبير بديت 24 لا 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 أنا أستا والله أقول لك 24 أنا أستا shot keine 24 غرب ل Shamim الآن أستا di كما قال لي 24 أقول له عمر 24 لن أمري 24 24 وإلا ما شاء الله كنت شافوا صغير ما شاء الله كون لكونوا حتى الجنب قد عائلوا منو انت؟ عادل كريا أنا ديته 18 لو الله حاش وقلة 57 متنى القصر ما شاء الله والله يا شوان ناديك كريمين كيفين في عمر عندما بزيدوا نسمح شنو شقي ومجنون نسمح شقي ومجنون يا أخوان قالوا 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 علي شقي ومجنون قالوا 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 علي صحيح مجنون أو انت جنون يا حلوين قالوا 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 علي مجنون قالوا 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 علي إيه أنا عندي في الدنيا وآدي وانتو مالكنوا شبابي كتب حلبي أكملتوه من بدري عليكم يا حسان الحور الحور هديت الباقي من عمري أنت بتقولي أصبر أصبر كملتو به أصبر صحيح شقي ومجنون قالوا 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 علي شقي ومجنون قالوا 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 تحية كبيرة يا أخوان والله أنا في الغنية كلها شي لت معاو بس لما قال إن شاء الله جينا أنا بيت أقوله قلتوا والله يستنقبلوا أسايا أنا أطير وين يعني إن شاء الله يجين يجين براوا بعد ذا ما أقوناهم نحن نزعت نتواصل معاكم يا أخوانا في خليوة وسط ودارين نسأل الناس اللي درسوا وشاركوا في المشروع بتاع محول أمية ونحن نزعت زي ما قلنا برعاية من أخوانا في المنسغية العامة للخدمة الوطنية مشروع محول أمية نحن سؤالنا يا أخوانا في هدف استراتيجي يعني أنا حقول لكم الكلام ده باللغة العربية بشروع حقول لكم براحة براحة هدف استراتيجي لناس المنسغية العامة للخدمة الوطنية في مشروع محول أمية إنه لحد سنة 2020 يحصل شي معين في السودان كله يعني بمعنى بسيط إنه يا أخوانا ليه 2020 النازل دارين وصلوا لحدة معينة دارين وصلوا لشنو في السودان كله لحد 2020 أول شي خالتنا أنت وخدنا منه عزيزة ببشر عزيزة مرحب بيك ساكنة وين في ليوة في ليوة قريتي معهم في محول أمية قريتي ما إن شاء الله استفدت شنو والله استفدت كتير ما إن شاء الله يعني ورين من الحدة نحن 8 أشهور عندنا طبعا الحصة الضيبة يدونا لها في الأسبوع ثلاثة مرات تمام رياضيات وعربية كمان دخلونا برامج تانية تأيتنا الخبيرة بتحت التغذية تمام وبيتيجينا شيخة يوم الأربحة تمام وبييجونا ناس التوعية الصحية تمام وبعدين كالزراعة مرضو دعلمنا ورون كيف نزرع زراعنا سود وخدرة ومالوخية في بيوتنا وكده ما شاء الله طبعا أهي الحمد لله وأستاذيب بعد ما جاتت خبرة التغذية دي الصحة تغيرت فيش فحسا يلاحظوا أنا ما شاء الله ورون التانك يعملوا كيف والعصائر بأنواعها والأكلات وأي شيء ما شاء الله ما كنا عارفنه وعرفنا والعارفنه وخلاص ما شاء الله والله يا أخوانا دي فايدة عظيمة طيبا إحنا سؤالنا الهدف لحد 2020 قالوا في السودان كله يحصل شنو التعليم ما يكون في جاهله ما يكون في زول جاهل وما يكون في زول أمي ما يعرف يكتب وما يعرف يقرأ الناس كلها تكون متعلمة وتعرف تكتب وتعرف تقرأ وتحفظ الوران وكده الناس تكون متصغفة تمام تمام نحنا نتعرف عليك عواطف الشيخ مرحبك يا عواطف من خلال واصل آي من خلال واصل قريتي معاهو آي قريت معاهو محولومية ما شاء الله لك كم ليه زي خمسة سنة خمسة سنة ما شاء الله طيب عارفنه ذي لحد 2020 نويني عملوا شنو عايشيني طوروا البلد في محولومية في محولومية ناس يفهمون علموا الطلب الصغار والكبار وكلهم علمونا الغران جابونا الشيخة تعلم الغران وإي حاجة الحمد لله تمام ناخد إيجاب فضل نتعرف عليك منو دار النايم اسمي؟ دار النايم واسمان دار النايم من خلاوة هنا واصل خلاوة وسل ما شاء الله طيب عارفنه الهدف لحد سنة 2020 دك 2020 في سودان كله حيحصل شنو ما؟ في محولومية لحد سنة 2020 حيحصل شنو ما دار النايم بس قرينا عشان زول ما مكون ما زول ما قرأ عشان نقرب كلنا عشان ناس كلها تقرأ ناس كلها يقرأ عشان ما في زول ما باب يقري ويساوي دعم ناخد إيجابة تفضل إيجابة قدام حبك هاي قدام نتعرف عليك؟ سهام محمود العوض مرحب بيك من خلاوة وسل اه من خلاوة طيب الهدف الاستراتيجي لحد 2020 في سودان كله يحصل شنو الناس كلها تقوم متعلمة ويقروا يكتبوا يكونوا متعلمة ما ناخد إيجابة طيب نتعرف عليك؟ حنان عبد الكريم حنان مرحب بيك حنان إن إحنا سؤالنا الهدف الاستراتيجي لحد 2020 يكون شنو الناس دي كلها تكون متعلمة يكونوا كلهم؟ هاي متعلمين مرحب بيك نتعرف عليك منهم؟ ربا أحمد مرحب بيك من خلاوة وسل اه طيب الهدف الاستراتيجي لمحوال الومية لحد 2020 في سودان يحصل شنو؟ هو كلامنا قالوا الناس إنه كلها ناس تكون متعلمة لأنه في سودان هنا أكتر يعني الناس الوميين بنيسبة كبيرة جدا كويس ها فهدفهم إنه كلها ناس تكون متعلمة بتقدر تكتب وتتقرأ وتتطور تتطور ناخد إيجابة نتمنى لك التوفيق طيب نتواصل معكم نتعرف عليك؟ اسمه محمد سيد أحمد اسمه مرحب بيك اسمه أنتو أستاذة مدرسة في المشروع ده؟ أيوة صاح تمام يعني باحتبارك مجندة ولا أستاذة؟ مجندة 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 طيب أنا حنفهم يا إخوان إنه اللي بيقود دفة التعليم هم مجندين يعني طالما المشروع المتبنية والمنسغية العامة للخدمة الوطنية هي بتستخدم المجندين وهم دارسين جامعات وكذا عشان يقضوا الخدمة الزمن بتاعها بيقضوا كمدرسين فانحنا نشوف اسمه وتجربتك بديت يا متين وبتدرسوا شنو والمناحي شنو والله بديت أنا من يوم خمسة وعشرين حداشر تمام يلا المناحي طبعا مغررنا لينا هون عندنا لغة عربية عندنا رياضيات عندنا قرآن بنعمل لهم مشاريع مصاحبة يا ده طبعا كله شنو شنو شن نكذبون التعليم طبعا عندنا ناس التصغيف الصحي بيوم عندنا الشيخ بيوم برضو يوم الأيام الأسبوع كنت النسوان يا إخوانا كمان كان دارين ترغيبون كتر عملين صندوق فالله يقول لهم بنعمل لكم صرفة ويجيبهم قروشكن والصرفة شهر وبنرمي القرعة بيجان عشان قروشين ذلك كما جاءت عشان نتعلم صح 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 يلا الزات والإنتاج نوريون كيف يشتغلوا كيف تعملي يعني أي وسيلة إحنا للترغيب اشتغلناه معهم عشان هم يجوا وشوفوا الحاصل شنو بعد ذاك يدعلموا مننا هم يستفيدوا لا يوجد مجال التعليم بس نحن واضح نتعرب عليك؟ محاسن عبد الله محاسن مرحبك من خلاه وسط نعم طيب محاسن هدف استراتيجي لحد 2020 لمشروع محوال أمية في السودان تتمحي الأمية في السودان لا في السودان كله نعم طيب ممتاز نتعرب عليك؟ عمل محمد عمل مرحبك من خلاه وسط نعم الهدف الاستراتيجي لحد 2020 زير أمية ما؟ زير أمية زير أمية والله أنا في سمحتها زير أمية قلت أمية بتاعت موية وجنبها زيره زير أمية آه زير أمية صفر الأمية صفر نتعرب عليك سمي الشيخ مرحبك من خلاه وسط طيب الهدف الاستراتيجي لحد 2020 يمحو الأمية ويكون الناس كلها متعلمة يمحو الأمية ويكون الناس متعلمة هذا تمام طيب مرحبك متواصل معاكم نزعد تماما أن نلتقي بأخونا عبدالله منسق محلية عطبرة ونحن سعيدين أن نقوم في عطبرة في خلاه وسط تكلمنا عن الهدف الاستراتيجي لمشروع محو الأمية لحد 2020 في السودان فيارت تتكلم لنا عنه الاستراتيجي الموضوع على محو الأمية لحد العام 2020 لكن نحن في ولاية نهر النيل هي من ضمن ستة ولايات أن الأمية تتمحي خلال العام 2018 ونحن الآن في محلية عطبرة الآن عندنا تزعى 1776 دارس داخل مراكز محو الأمية ونحتبر الدفعة الأخيرة للأمية داخل محلية عطبرة الحمد لله نقول الآن زر أمية في محلية عطبرة بفضل يهدع حكومة الوفاق الوطني كل 15 يوم الحكومة تنزل طوافات على مراكز محو الأمية تتفغل وتشوف مشاكل وتحلح الحمد لله الآن نحن قطعنا نشاط كبير جدا وإن شاء الله بنهاية العام حيكون لدينا تخارج كبير للأمية وبعد ذلك نكون شرتنا مزغنا فاتورة الأمية داخل هذه المحلية الحمد لله لكم التوفيق بني حسعيدي في المحطة دي من خلية ووسط يا أخوانا وبرعاية كريم من أخوانا في المنسقية العامة الخدمة الوطنية مشروع محو الأمية وسألنا يا أخوانا قلنا الهدف الاستراتيجي لحد 2020 2020 شنوه؟ الإجابة يا أخوانا اتفقوا على الناس كلهم هو محو الأمية كاملة في السودان ما في أمية زي ما قالتوا خطنا هنا زير أمية حيكوننا إن شاء الله ما في أمية وانت منه؟ عزيزة ببشر عزيزة ببشر يا أخوانا أول زولة سألنا وأول زولة قالت الإجابة دي نصفق لا صفقة حارة يا أخوانا اللي عزيزة هل عاجبني عزيزة زيزة تصفقت؟ هل بتعرف تزغري تزغري تزغريت ليه عزيزة زيزة؟ الله يدي لقي جيران بالحيط أبي الحيط نمشي العربية نشوف الجاجزة 2020 هدف استراتيجي محو الأمية في كافة نحاس سودان دي كانت إجابة أخوتنا عزيزة ببشر الفائزة معانا في محطتنا من نهر النيل من عطبرة من خليه ووسط فائزة معانا بخلاطة مقدمة من غناء شروق صفقة لي عزيزة يا أخوانا أيبوا الله مرحبا بكم من حيكم من ولاية نهر النيل حلقة برعاية المنصغية العامة للخدمة الوطنية نزعد تماما في مشروع محو الأمية نكون في حي العرب واحد من الحياء العريغة في مدينة عطبرة محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مرحبا بكم تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة حلقة خاصة برعاية المنصغية العامة للخدمة الوطنية نزعد تماما نكون في ولاية نهر النيل ونحن في نهر النيل في واحد من الحياء العريغة والجميلة حي العرب يا أخوان ونحن مع عرب حي العرب يعني نحن سعيدين بهم كتير وفي محطة زي دي وقبل ما نبدأ سؤالنا ونمرحل الناس بالإجابة انت منو حم الشريف حم الصالح حم الشريف محم الصح الفنان حم الشريف قاعدت تشتغل هنا مناسبات وكده؟ بقروش ونساعد بقروش غير قروش يعني هاي الأفلات العامة بقروش 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 خلاص كده نسمح شنو اسمها ضوبيت؟ للا اللهجة البجاوية تماما فضاينا عيوغنا منديد إند توما قناتني يدي ما مقلسيتك نونا لابدين دور شكيسي عمي عمي صادق اشتركوا في القناة 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 والعربي والريادية والفقه صباح محمد منصور صباح مرحبك يا صباح ساكن المربعات هنا مربع عشري ما شاء الله المواد اللي بيقروا عليهم فيه محلومية شنو العربي والحساب والتربية إسلامية عربي حساب والتربية إسلامية خالتنا نتعرب عليك نادي خالد محمد المربع عشر المربعات مرحبك المواد اللي بتدرس شنو العربي الحروف اللاهبادية بدون من البداية والغرآن الفقه والرياضيات رياضيات نتعرب عليه السلام عليكم ورحمة الله مريم الطيب المواد اللي بيقروها الرياضيات وعربي وغرآن غرآن خالصنا السلام عليكم المواد اللي بيقروها عربي اسمك منهم؟ زهر عمر زهر عمر في حي المربعات هنا عشر المواد اللي بيقروها شنو؟ معاشية المربعات بقروها عربي ورياضيات وتربية اسلامية معاشية كنت بين؟ كنت حسابات السكة حديدة الكمبيوتر ما شاء الله تبارك الله السكة حديدة بدأت فيها 200 سكة حديدة بدأت فيها في 60ات ما شاء الله تذكر زمان مديرة كم منه؟ كان عندنا الطيب يحمد الطيب وعندنا وصفي ذلك حضور طوامنا يا سلام والله بالله يا أخواننا حياة حياة كبيرة يا أخواننا والله تستاهل يعني واحدة من رائدات العمل في السكة حديد والسكة حديد طبعا هي شريانة الحية بالنسبة للنقل في السودان وبتواصل مناطق كلها مع بعض نحن بالله يستعيدين بك مدعرب عليك منه؟ فتحية بخي فتحية المواد اللي بتدرس الله وبركاته مرحب حباتك أيوة المواد اللي بتدرس شنو في منهج محلومين؟ عربي بحساب وقرآن مدعرب عليك؟ سوريا محل الدين مرحبك من المربعات؟ أي مرحب الشباب المواد اللي بتدرس شنو؟ العربي والرياضيات والغران هايتوا كنات قارين قاعدين تساعدوا أمهاتكم ونبعاتكم؟ نحن قاعد نيزاتهم وقاعدين نقرروا تقرروا؟ أيتوا مجندين؟ اه صحيح صحيح ما شاء الله تدراب عليك؟ السلام عليكم مرحبك مجند هي ما شاء الله بتدرس شنو؟ عربي عربي؟ طيب المواد اللي بتدرس عندكم شنو؟ اللغة العربية ورغضيات وقرآن وقرآن ادعرب عليك؟ فاطمة جادلة فاطمة مرحبك من المربعات هنا؟ أيوة فاطمة المواد اللي بتدرسها في منهج بتعمه المحلومية شنو؟ الغرآن واللغة العربية والحساب والفقه والبيخ تعرب عليك؟ نورة محي الدين مرحب بيك المؤادة اللي تدرسينو؟ العربي والراضيات والتربية الإسلامية تربية الإسلامية تعرب عليك؟ عبد الرحيم عباس حمودة معلم من المعاش ما شاء الله المشروع ده ممساعدين فوقه ممساعدين والله نحن بيدي الدلعون اللي يزول حتى في الخرطم عندكم قدارينا نجيكم يا أخي ما بي تقصر دينا الخبرة يا أخوان نحن معانا معلمين من المعاش دينا الخبرة في المجال المؤادة اللي تدرس في منهج المحولة الأمية اللغة العربية الرياضيات التربية الإسلامية وفقه التربية الإسلامية طيب مرحب بيكم نزعد نتواصل معاكم في حلقتنا الليلة من مدينة الحديد والنار من عطبرة نحن في حي المربعات ونتكلم عن مشروع محولة الأمية برعاية المنسغية العامة لخدمة الوطنية والتدريس يا أخوان عرفنا المؤادة التدرسة أنها منا هي أربعة خمس موان دارين مني انتلاتهم حشان نخفف على الناس والتدريس زي ما قالوا استاذ ناسة واستاذ بالمعاش وديل طلبة مجندين بيدرسهم الطلبة يا أخوان نذاته في القراءة دين وعين في طالب إت ذاتك تفتخر تقول دانا قريته قدر من يقول لك فلان تقول الله فلان دانا قريته يا أخي فلان دا عايق عليه ما قريته وفي طالب قدر من يذارك قريته تقول والله ما عارف من حالته ما فاشل وما أرضى الناس وباقي لهم هنا وفي أخواننا تلقى أستاذ يقدم استغلته سبعة مرات بسبب طالب واحد بس يقول لك يكره يا أنا ياهو في المدرسة نجطني سمعناها كثير في المدرسة يا أخي كرحتني المدرسة دي يا أخي نجطني فقالوا واحد من الطلبة اللي بنجطه لأستاذة ديل الأستاذ خلاص المدير غلب فيه بحيلة قال لا بيجيب لي ولا أمرك بس جيبوا لي نقعدنا هويا يتا قعدت في المدرسة يا أنا قعدت لكن咱ح لتنين المدرسة ما بيشين يا قالت لا تلم يجتي بلي ولا أمرك متى مشا في الشارع يبكي لي قالي ¨مرا possibilities قالت لا والاتي بتبكي معاك قال لا المدير دا قاصدني قال لا أنا عشانشاطر كل مرة يقول لي يجيبوا во الأمرك وهو يدكو في المدرسة أكثر من الجلس قال لا أنا عشانشاطر قال لي تجيبواalten قالت لا ما شي يجيب أبوك قال لا أبو يميت قال لهم عيانا قالت لهم اريبا مش معاه يدمر مستقبلك جاء داخل خلاه برا جاء داخل للمدير قال لي جيبته الامري قال لي دخله قال لي خش يا حاجة جاء الداخل للمدير وقف عليه حيله عيونه جنينة الله لاك أستبق دي أمي جيبته منه اين عشان تعرف لمن يكون مرض اتمنه حليمة ياهي حليمة يا أخوان المناهج هي تسكية المجتمع والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية صفقة لحليمة دي أخوان حليمة مبروك عليك تعالي نستلم الجايزة تعالي بيجايزة نزع الدماما باختنا حليمة الفايزة معانا في محطتنا سؤالنا عن المواد التي تدرس في منهج محوى الامية فهي الرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية وتسكية المجتمع حليمة يا أخواننا قرت خلاص القراية خلصتها بقتاني مع القشرة والتياب السمحة دي والحاجات ففازت معانا بمقوق كغربائية مقدمة من غناز شروف صفقة لحليمة يا أخوان أيها الله نستحن نستحليم نستحليم شكرا لنا في ولاية نهر النيل على حسن الاستقبال والحفاء والطرحاب والكرم الفياط كعادة أهلنا في كل أنحاء السودان وفي ولاية نهر النيل على وجهها الخصوص شكرا لأهلنا في مدينة الحديد والنار مدينة عطبرة وشكرا لأهلنا في مدينة العلم والنور مدينة الدامر شكرا لأخواننا في المنسقية العامة للخدمة الوطنية لدعوتنا الكريمة لنا لزيارة ولاية نهر النيل شكرا لكل الشاركونا ورحبوا معانا واستقبلونا في هذه الحلقة حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايتم بقول لكم دمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة